متابعة جماهيرية كبيرة في اللقاء الكلاسيكي بين الرجاء البيضوي والجيش الملاكي فريق الجيش الملاكي كان هو الصباق اعتديد مامر حارس العسكري بواسط شاكير عقال سوف يرضو بالمثل لكن بالمعلم لم يتمكن من استغلال هذه الكرة هجوم لفائد فريق رجاء البيضوي ينتهي بدخل دفاع فريق الجيش الملاكي الذي كان ادوه جيدا ابعاد موفق للخاريقي في محاول خطيرة قدها الحافظي هنا عناصر فريق رجاء طربت الحكم بضربة جزاء فك لغز التهدي في استعصال فريق رجاء البيضوي عقال يمريره دخل الدفاع بدل ضربة رصية للحافظي ثم يأتي هدف فريق الجيش الملاكي هدف عبسلان بن جلون تغطية لم تكن موفقة بالنسبة لفريق رجاء القوى تستغل من طرف عبسلان بن جلون موقع سليم بن جلون الذي غالط دفاع فريق رجاء البيضوي لينتهي شرط أول بتقدم الجيش الملاكي بهدف مقابلة جيد مرتد هجومي لشاكير وتدخل الدفاع فريق جيش الماكي اعتمد على المرتدات الهجومية نتابع نحاوله بواسطة النغمي الذي يوضيع هدف تاني أمام استغراب الكل كاد أن تكون بمتابة رصاصة الرحمة لرجاء أخطاء دفاعية بالجملة فريق رجاء بحث بشكل أنفس عن هدف التعدل ودائما الاستعصاء يلازم لعب فريق رجاء البيضوي مرتد هجومي كاد أن يعطي الهدف لو لا تدخل الدفاع في اللحظات الأخيرة أن الزنيتي ينقذ الموقف من هدفين في محاولتين لينتهي اللقاء بانهزان فريق رجاء بهدف مقابل شيء أمام فريق الجيش الملكي في دور تومون مرحل الدهب هذا الشوت أول هذه المبارة دي الكأس هناك الشوت ثاني لا تخصيح شيء نقولوا يعني رحنا نتأهلنا بالعكس هناك مبارة ثانية ان شاء الله ولكن قبل من المبارة ثانية هناك مبارة ديالة 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 بطولة يوم الأحد skillt نأكدها ودخل نعرف كرة قادة نحن تعرف الجمهور البيضوي تواجه الكرة وهنا في هذه المناسبات каждому أنه يعلقون أبو والأمينكة مدري بعدة فرق كي يجي منك أي فرق يلعب مزيان كي يشجعوه هنا كان نشكر كده الجمهور دير رجاء البيضاوي